الحمد لله اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فزي الدنيا وعذاب الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارك الله فيكم وفي مجلسكم أثابكم الله على المكث في بيته وكتب جلوسكم اعتكافا تثابون عليه وأنتم تنتظرون الصلاة فإن المرأة في صلاة ما كان ينتظر الصلاة والجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى ولسي ما في هذا العصر هي المساجد خير البقاع في الأرض ولكن أهميتها تزداد في هذا العصر بازدياد تنكب الحياة عن شرع الله تعالى فيلجأ إليها المؤمن ليعبد الله تعالى ولن يرتاح من صخب الحياة ورعونات الناس والمتاعب الجسدية والنفسية التي لا تكاد تخلو منها الحياة فنحمد الله تبارك وتعالى أن أبقى لنا هذه البيوت التي هي بيوته يذكر فيها اسمه ويعظم فيها شأنه ويعبد فيها ونجتمع فيها ونرتاح فلله الحمد وقد كنت في هذا الموضع قبل أيام ثم شاء الله تبارك وتعالى أن أرجع وما كان هذا في الحسبان وهذا من تدبير الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء خلقا وصنعا وتدبيرا الذي أحسن كل شيء خلق فالله سبحانه وتعالى أحسن خلقه وأحسن تدبير خلقه وربى خلقه بنعمه كما رباهم بكتوبه وبرسله فلله الحمد والملا فهذا من تدبير الله ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فالله أحسن خلق الطين وأحسن خلق الإنسان الذي هو من شيء مخلوق أحسن خلقه فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون هذا التقويم الأحسن الذي خلق الله تبارك وتعالى عليه الإنسان هو ما أودع في فطرته من محبته ومعرفته وجاءت أنبياء الله ورسله ليذكروا الناس بهذا الذي فطروا عليه وهذا الذي أودعاه الله في نفس الإنسان من معرفته فالأنبياء يذكرون الناس بما فطروا عليه ويرجعونهم إن كانوا قد ندوا وابتعدوا عن هذا الذي فطروا عليه فهم صلى الله عليه وسلم مصححون لهذا الخلق الذي هو الإنسان الذي ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر المخلوقات ميزه بالعقل وجعله مختارا دون غيره من المخلوقات باستثناء الملائكة والجن المخلوقات الأخرى كلها مميبة مطيعة لله تعالى مسبحة له خاضعة له وهذا الإنسان أيضا فطره الله على معرفته ومحبته لكنه عندما يخالط هذا المحيط وهذه الحياة يطرأ عليه ما يفسد صبغة الله فيه وما يغير ما فطر عليه كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ما من مولود إلا يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كالبهيمة تنتج بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في معناه وفي فطرته وهذا أمر معنوي بأمر حسي يعرفه الناس في خلق الله سبحانه وتعالى وهو هذا الذي ينتج من البهيمة فهم يعرفون أنه يولد كاملا لا نقص فيه فكذلك الإنسان يولد كذلك ثم يتغير ولذلك الإنسان عندما يكون على فطرته عندما يكون الإنسان على فطرته يكون أقرب إلى الكون وما فطر عليه الكون الله خير يكون أقرب إلى الكون وما فطر عليه الكون وما خلق كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يزجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجار والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فالإنسان يكون أقرب إلى هذه المخلوقات التي فطرت على معرفة الله تعالى والخضوع له والتسبيح بحمده كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا ويحضرني شيء هنا وهو مرتبط بهذا الذي ذكرته من كون الإنسان مهما كان أقرب إلى ما فطرت عليه هذه المخلوقات التي هي غيره في التكليم يكون أقرق ذلك الحديث الصحيح الذي فيه وعد من الله تبارك وتعالى بأن الساعة لا تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وحتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله لا نستبعيد في قدرة الله تبارك وتعالى أن يهيئ الله تبارك وتعالى للمسلمين من الأسباب غير المعتادة ومن باب خرق السنن لأن سنن النصر وسنن الانهزام والانكسار والنصر هذه معروفة عند العلماء وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نستبعد أن يأتي يوم النصر هذا على ما لم يعهد الإنسان ولكن الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم نصبح ويصبح المسلمون في هذه المنزلة التي تتجاوب فيها معهم كائنات وهذه المنزلة عالية ربما يستبعدها الإنسان لكن الله على كل شيء قادر ما دونها قد يكون لأن ربنا هو خالق السنن وهو خالق الأسباب وهو المتصرف فيها وهو المدبر لخلقه وإذا شاء أمر يقول له كن فيكون من أعظم ما يجعل الإنسان في هذه المنزلة هذه المنزلة المذكورة في هذا الحديث وأن يعبد الله تعالى بل هذا أعظم ما يجعله مؤهلا لهذه المنزلة أعظم ما يعينه على إبقاء فطرته على ما هي عليه تلك الفطرة التي قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والتي قال عنها الله تبارك وتعالى بالحديث القدسي خلقت عبادي هنا فأجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت له فأعظم بل أولى وأحق الأمور بأن يحافظ الإنسان على هذا الذي فطر عليه هو أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يعبده والدين كله إن شئتم هو توحيد لله تعالى كما ذكر ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطاحاوي ومضمون كلامه وهو واضح مضمون كلامه الذي يفيد أن الدين كله محصور في التوحيد هذا بين وهو أن الذي في القرآن وفي السنة ماه العلم بالله تبارك وتعالى تعرف الله إلى خلقه وإلى عباده بما ذكر من أسمائه ومن صفاته من أسمائه العلى وصفاته وأفعاله الجميلة تدبيره لخلقه وهذا هو بداية التوحيد وهذا هو رأس التوحيد ثم حق الله تبارك وتعالى على خلقه وهو ما أمرهم به ونهاهم عنه وندبهم إليه أو كرهه لهم وأحله أو حرمه وهذا حق التوحيد عليه ثم سيرة وقصص من التزموا هذا التوحيد وبيان وبيان عاقبتهم في الدنيا بالتمكين لهم ثم ما ينتظرهم من الجزاء والمثوبة عند الله إذا هم رجعوا إليه وفي المقابل وفي المقابل الذين خالفوا هذا الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له وتنكبوا عنه وبيانوا عاقبتهم في الدنيا وعاقبتهم في الآخر فالدين فالدين كله توحيد إما ببيان أسماء الله الحسنى وصفاته العولى وأفعاله وتدبيره لخلقه وبيان حقه على خلقه وبيان من كانوا من هنا أو من هنا اهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وبيان الجزاء الذي ينتظر هؤلاء وأولئك قلت في البداية إن الله تبارك وتعالى أحسن خلقه وكتب على كل شيء الإحسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته فأخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب الإحسان على كل شيء هو خلقه بهذه المثابة وهو كونه أحسن خلقهم وهذا بعض الناس يقولون بأن يعني حديث ضعيف كثير من أهل العلم يذكرونه وهو الحديث الذي فيه أو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلقوا بأخلاق الله فهذا حديث ضعيف لكن الله أعلم كثير من أسماء الله تعالى وصفاته مما يطلق على المخلوق ويطلق على الخالق وبلا ريب إن هذا الوصف الذي يطلق على الخالق يعني لا يقارن بما يطلق على المخلوق ولكن فيه من هذا وهذا كالحكيم والحليم والعليم ونحو ذلك فهذا يعني مما يبغي الإنسان أن وهو يلتزم هذه الصفات أن يستحضر عظمة ربه فيما هو عليه من المستوى في هذه الصفة فالله سبحانه وتعالى أحسن خلقه كما قلنا وأحسن تدبير خلقه وكتب الإحسان على كل شيء والإحسان كما تعلمون هو الإتقان هو الإتقان وهو التجويد التجويد الصنع التجويد العمل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه هو في الصحيح عن عمر بن الخطاب عندما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وسأله عن معالم الإسلام الثلاثة سأله عن الإيمان فأجابه وسأله عن الإسلام فأجابه وسأله عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى الإحسان في هذا الحديث فيما يظهر لي هو ليس معلما مستقلا بل هو وصف كأنه في الحديث معلم مستقل لما له من أهمية في حياة المسلم وصلاح المسلم وإن كان هو كما قلت لكم الإحسان هذا يرجع إلى العقيدة والإحسان في العقيدة هو أن تثبت في النفس وتستقر في القلب وتبلغ درجة اليقين يبلغ الإنسان بها درجة اليقين والإحسان في العمل تجويده وتحسينه والبلوغ به الدرجة العليا بحسب مستطاع الإنسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك لعلك بإمكانك أيها الأخ أن تعقيد مقارنة بين قول النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته قبله إن الله كتب الإحسان على كل شيء فهنا الإحسان مكتوب على كل شيء وهنا صلى الله عليه وسلم الإحسان في العبادات لأن قوله الإحسان هذا جنس هذا جنس الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هذا الخبر كما يقول النحات الإحسان ما هو أن تعبد الله كأنك ترى هنا ربما يبدو في عقلك وفي عقلي يعني كيف يكون الإحسان مكتوب على كل شيء ومع ذلك في هذا الحديث حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الله في هذا المستوى العالي العظيم يسأل الإنسان لعل هذا الذي أكاد أجزم به وهو أن من أحسن عبادة ربه أحسن بقية أعماله هذا الذي أستيقن وأعلم من أحسن عبادة ربه أحسن بقية أعماله ولهذا بمقدار ما يكون المرء في أعماله الحياتية بقدر ما يكون في أعماله من خلل فيما يرجع إليه هو هذا ينم ويشير إلى خلل في عبادته لربه نظير هذا كون الإنسان يخالف ويعصي هذا أيضا يدل على اضطراب في عقيدته أنتم تعلمون الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ومعنى هذا كما قلت أن الإحسان في العبادات الإحسان واللفظ إذا أطلق أريد به المنزل العالي منه هذا يترتب عليه أن يحسن الإنسان بقية أعماله لهذا أيها الإخوة يمكنك أن تقول بأن العبادات يمكنك أن تقول بأن العبادات إذا تأملها المرء وعرف أبعادها وأداها على النحو الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضى به ذلك إلى أن يستقيم وتصلح حياته ولهذا تجدون في كتب الفقه وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى للناس والعلماء أن كتب الفقه كلها يبتدئ العلماء فيها بالعبادة ما يبدأ لا بالنكاح ولا بالبيوع ولا بالحدود والتعازير والعقوبات ولا بالآداء يبدأوا بماذا يبتدئون كتبهم الطهارة طهارة الحدف طهارة الخبف الوضو الغسل التيمم المسح على الخف بعض روح الأذان الإقامة الصلاة الرواتب النوافذ الجمعة إلى آخرين الزكاة الصيام الحج ننتقل لله يبارك الأبواب الأخرى بعض الناس يشوفوا نقول لكم والله مما يتحصى له المرء بعض الناس يشوفوا تعلم في واحد في حاجة يقول لك ما زلتوا هنا العالم راه الهيرة في القمر وإنت تريد أن تصعد إلى القمر بالتفريط في العبادة لن تفعل شيئاً علماء هكذا كان يبتدئون هكذا كل كتب الفقه كذلك كتب الفقه كله وكذلك السنن الأربعة كلها مفتتحة بهذا ربما تلقى في صحيح البخاري يبدأ له كتاب الوحي قد شدين كله جامل الوحي ما كانش تناقض تلقى في كتاب في صحيح مسلم يبدأ بالإيمان يعني الإيمان عقيدة ليس مشكلة عقيدة والعقيدة هي الأساس العقيدة هي الأساس وأعظم أعظم ما يركز العقيدة في نفس الإنسان كما سيتبين إذا وفق ربي أعظم كذ العقيدة ويصححها في نفس الإسان يثبتها الدوم به هو العبادة في قيامهم نجي مثلاً للموطع الإيمان مالك وبدأ بوقوت الصلاة لأن ذيك الطهارة والوظن وانت يجب عليك أن تفعلها إنما يتجه إليك الطلب إذا تخلوا إذا أذن مؤذن تقولني متوظي من شو متوظي قبل ذلك لأن الوضوء لا يطلب لذاته اللهم يبغى الإنسان يرقد تم حاجة أخرى يريد نوماً والنوم مثل الموت فيتوضأ حتى يبيت طاحراً مستحب فقط إذن فقهان يبدأوا بالعبادات هذا المعنى ليه لأن العبادات هي التي خلقنا الله له هي الأمر الذي خلقنا الله من أجله قال الله تعالى وما خلقت الجنة والإنسان إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد منهم نطعمهم شوف كيف هذا يعني هذا وما خلقت الجنة والإنسان إلا ليعبدون وما خلقت من شيء آخر ربما يجي واحد يقول وخلقنا وراءنا نبيعه نشريه نبنيه ونفعل ونفعل ونتزوج ونركب وننام هذه عوارع ما خلقت لها أنت الذي خلقت له العبادة أما تلك أمور لأنك باشرب تحتاج إليها لكي تأكل وتشرب وتلبس ولهذا لا ينبغي أن يصدك شيء من ذلك عن هذه العبادة لا ينبغي ينبغي أن تكيف حياتك بحسب هذه العبادة لا تكيف العبادة من أجل الحياة بل الحياة هي التي ينبغي أن تتبع العبادة وأن تكيف بحسب العبادة ولهذا تلقاوا الآيات الكثيرة رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بأنهم عن ذكر الله لم يقل لا يتاجرون لا تلهيهم تجارتهم ولا بأنهم عن ذكر الله يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم لا تلهيكم أموالكم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله إذا قورنت بعبادة الله تعالى إذا كانت مع عبادة الله تبارك وتعالى حلاص هي على وجهها الحق لأن الحياة المذمومة في القرآن ليست الجبال والأودية والأشجار والنباتات وهذه الأجهزة والبناءات الحياة المذمومة المراد بها أعمال الناس الباطلة أو أعمال الناس التي هي صحيحة في نفسها ولكنها في مقابل طاعة الله افتغاء وجهه وعبادته فتصير بالمقارنة إذا قرنت بها لا تعتبر شيئا ولذلك لا ينبغي أن يفرط في العبادة وينتقص منها لهذه الحياة ولهذا ربنا عز وجل جمع بين ما خلقنا له وبين ضمانه أرزاقنا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق لقوة المتين واذكر هذا في آيات عدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إلي ترجعون وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للدقوة القصد هو أن الإنسان حياته يكيفها كيف لا يفرط في طاعة الله تبارك وتعالى كيف يفرط فيما خلق له ويشتغل بأمر آخر من الوسائل إلى أن يبقى حيا وأن يعبد الله تبارك وتعالى ولهذا كان أولى الأمور بأن يتفق فيه المسلم العبادة يعرف العبادة على وجهه الحق ويعبد الله تبارك وتعالى لأنه الذي خلق له ثم هو الذي هو مفطور عليه يعني أيهما أولى الأمر الذي فطرت أنت عليه خلقك الله عليه هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تهتم به الأمر الآخر التوحيد هو حق على العابين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلى وقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإذا كان هذا حق الله عليك إذا كان هذا حق الله عليك فهذا أولى أن تهتم به إنه حق الله عليك تقدمه أعلى غيره أمر آخر المجتمعات لا تصلح إلا بصلاح الفرد إصلاح المجتمعات لا يمكن أن يكون فوقيا ما قالك صلح واحد صلح رئيس والله وزير والله سلطان والله ماليك يصلح من دونه نعم صلاح الراعي مؤثر في صلاح الراعي صلاح الراعي مؤثر في صلاح الراعي سفيض العصر الذي نحن فيه ليس كالعصور السابق وأذكر لكم شيئا وهو أن صلاح الراعي في الماضي كان يأمر وينهى ويقيم الشرع ومن خال فأقام عليه أما اليوم ماذا يفعل لك في وضع المسلمين اليوم هذا ليس تنزيل واستنقاصا لأهمية صلاح الراعي ولكن الإنسان عندما يتحدث عن أحكام الله تبارك وتعالى وعن تحميل المسؤوليات للناس ينبغي أن ينظر إلى واقع الناس إذا كان عندك في مدينة تسعون في المئة مستعدون لأن يتلقوا أحكام الله وأن يتحملوا التبعات والمشاكل وضيق العيش إن سلط عليهم من قبل الجهات المعادية فإذا يسهل عليك أن تحولهم من حال إلى حال وإذا كان عندك نسبة قليلة يجهلون دينهم إذا نقص شيء من غذائهم أو كسائهم أو مركوبهم ثاروا من أجل بطونهم ماذا يفعل الحاكم في هذا العصر؟ ولهذا صلاح الأمة ينطلق والله من صلاح الفردي وكل جهد في غير هذا نعم يمكن أن يتزامن وأن يتعاضى الإصلاح الفوق والإصلاح القاعد كما يقول الصحفيون والساسر لكن الأصل هو صلاح الفرد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذا صالح لأن يراد بالتغيير التغيير نحو الخير والتغيير نحو الشر وكذلك قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قومين حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم فالإصلاح ينطلقوا مين الفرد بمن يصلاحوا الفرد الفرد لي كي يصلحوا بشهد صلح له الدوية تعالجوا من برّا تعالجوا من داخل تزكي نفسه يطهر قلبه يسلم باطنه لأن الإسلام قسماء عمل باطن وعمل ظاهر وينه الأصل والآهم والركن الباطن الباطن يزكو يطهر ينظف الطهور شطر الإيمان وماذا يقصد به الوضوء هو الإيمان الصلاة ولكن أيضا قد يراد به هذا الذي قلناه وهو تزكية النفس بيش تكون تزكية تكون تزكية بهذا الذي نقوله بتوحيد الله تعالى فيصلح باطنه الفرد وإحنا نقول لكم صراحة كيف ما كانت جهود الدعاة إحنا مفرطون في العقيدة في تدريس العقيدة كيف بعض الناس يدير واحد في درس العقيدة يقول له وعلا إحنا وإحنا نرى مسلمين ما خاصنا أحلف لكم بالله الذي لا إله إلا هو ليس هناك شيء أن حصنوا به نفوسنا ضد هذا المحيط العالم الذي رأنا فيه وهذه الثورة في المعلومات وفي وسائل الإعلام ووسائل الاتصال والمواقع والعالم كما قال بعض البشير إبراهيم قيل لي إنه قال احنا نرى نقوله العالم قرية واحدة والله الذي لا إله إلا هو لا شيء أراه يحصن الفرد المسلم يمكن العقيدة إذا سلك يسلك رأنا الآن في خط الدفاع الأخير أنا ما نقف نقش الناس أنا دائما متفائلون بص على الإنسان لا ينبغي له أن يتجاهل واقعه يعني أنا عندما تجلسه أنت في جماعة في مسجد مياه والله ميتين واحد يلق لك تدير في حسابك بالله الله ربما رأي حلقات أخرى في المساجد بص على ما يثبتوا الذين يستمعون إلى الدروس وينتفعونه ما يلقش إنسان يغلال يقولوا يا ضاعف حسباني أمّا 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 كثير من أفرادها تايهين غايبين ما الذي يحصنهم الذي يحصنهم هو أن تعلمهم المعلوم من الدين بالضرورة وأن تعرفهم بربهم سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وسائر أركان الإيمان يعرفوها مليح ويعضع لها بالنواجد ويفهموها لباس لباس كل الأمور الأخرى مبني على هذا ولهذا كما قلت لكم تغيير الفرد من الباطن هو المطلوب هو الذي بعث في دمه من رسوله منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا ويقبلوا في ضلال المبين هذا السياق ربما جاء بالقرآن أربع مرات أو الله خمسة بهذا النسق فيه تقديم وتأخير لأمر يعني ليسا هذا وقت ذكره وهذه التزكيات انطلق من القرآن ومن السنة تلاوة القرآن استماع إليه وتدبر معناه اتفقه فيه ورب سبحانه وتعالى يسره وقربه إلى الفهوم وكذلك النبه الحاجة الهامة تنفع في هذا الذي نقوله وهو تحصين المسلم حتى لا ننهار تحصين المسلم أحسب أن هذا نافع جدا وهي كلمات الجوامع في السنة وما أكثرها وعجب الصحابة الصحابة لأنوا يعرفوا الأحكام كانوا يجوه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لي كذا قل لي كذا معاذ من جبل فقيه أفقه للصحابة ليشهدون النبي صلى الله عليه وسلم يجوه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسألوا عن هذا يسألوا عن شيء من هذا وكثير من الناس كان يسألون فيقول قل آمنت بالله ذو مستقيم وهذا الذي سأل ما كان جاهلا لكن يريد أن يعرف كلمة جامعة تريح فعندما يحس المؤمن بأمران خفيفان قل آمنت بالله ذو مستقيم يختار أحيانا نحن ربما نستمع إلى كلمات فيها علم غزير ولكن العام في الغالب ما عندهش قدرة با استوعي ويلم ويحيط ولهذا الكلمات الجوامع هذا مما ينفعه في هذا العصر وما أكثرها شو بغي الأربعين نووية لو رجعت من الأربعين نووية وجدت معظم أحاديدها جوامع قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك هو محتاج بيسول غيره بيوضح له ولكن بغي كلمة جامعة هذا اللي سألوه أرأت إذا صليت المكتوبات وأديت كذا أدخل الجنة قال نعم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل للآخر قال حولها ندند أما إني لا أعلم دندنتك ولا دندنت معاذ معنى هذا الرجل كان يعلم بأن معاذ فقيه ومع ذلك معاذ هذا الفقيه رضي الله تعالى عنه جاء أيضا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا صلاح الأمين طالق من صلاح الفرد وهذا هو منهج الأنبياء الأنبياء عندما آتوا كان منهجهم هو هذا أنهم يربون الأفراد وكما أقول باستمرار إذا بحثت عن الأحاديث الأحاديث الأحاد وجدت أنها جمهور السنة معظم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولة أحدهم رواها واحد اثنين ثلاثة أربعة ليه كان يعلم في كل وقت ولهذا الدعاة ما يليقش أنا نستمنح تيجوني الناس المسجد أنا أسير في الشارع ألتقي أحد ويقوله كلمة خير نشير إلى واحد ملاحان نقوله كلمة خير أجد شخصا جالي في الطريق ويقوله كلمة طيبة أنهاه بلين أضع يدي عليه يا ابني ما زال ما سألنا إيج إذا أرني راجع من الجامعة ونلقاه كن مرتاحا بأنه لن يقول لك كلمة سوء إن لم يستجب لك فلن يعارضك ما زال فينا الخير نحن فإن بثه الخير كان يقوله أنه نتصر رحمه الله تعالى ما يخدمنا معاه كان يقوله كونه مثل ويذكر هؤلاء المبشرين المبشرين لأحبا هذا اسم مظلوم بغي المباعي يعني المنصرين يقوله يمشي يمشي لين ينشروا دينهم دعاة كذلك عبد الله بن عمر كان يروح للسوق ما يشري ما يبيع لماذا يذهبوا إلى السوق يقوله اللي معاه يقوله نسلموها للناس نسلموها للناس إيه لخطر ما يشوف عبد الله بن عمر ويسلم عليه هذا يذكرها بربي سبحانه وتعالى الكفار قالوا لماذا الرسول هذا يمشي في الأسواق ويأكل الطعام قالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق والأسواق شروا البقاع الرسول كانوا يغشونها لقضاء شعونهم وكذلك ليأمروا بالمعروفين يعلموا كروا يشوفهم الناس ويعلموهم ولذلك بعث الله الرسول في القرى ولم يعثوا في البوادي والمؤمن يمكن يعلم واحد لكنه ماذا به الإنسان يكون حيث ينتفع الناس به هو يذهب إليهم ولا ينبغي أن تأخذه بذلك معرّة لا هو إن شاء الله كان داعيا إلى الله قائما بالحق هو مبارك حيث ما حل نفع فالأنبياء كان هذا منهجهم وهو لاتجاه إلى إصلاح الأفراد ومن الأفراد تتكون الأمة إصلاح الفرد إصلاح الأسرة الحي وهذا هو شأن الشرع وهو أن الإنسان ينفع محيطه القريب يبدأ بنفسه ثم محيطه القريب ثم محيطه البعيد وهكذا حتى في القتال رب قال لصفوة خلقه بعد أنبيائه يأيه الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هكذا ربما ننتقل إلى أشياء هي كثيرة في العبادات لأن في الحقيقة الكلمة هذه كنت قلت لبعض إخواني اللي قالوا ليقول هذه كلمة هذا وحاولت أن أتهرر ثم بعد ذلك أرجئت إليها إلجاء فكان عنوانها العبادات منهج تربوي متكامل هذا اعتقادي هذا اعتقادي هذا اعتقادي الراصخ وهو أن العبادات كما قلت لكم إذا فقيخها المؤمن العابد في الحقيقة تربى وكانت تربيته متكاملة فيها كل خير لعل لي أذكر لكم أشياء قلنا العبادات تبتدئوا بها الفقهاء غالبا أذكرت الكم ارتباطها بالفطرة ارتباطها بتوحيد الله تبارك وتعالى لأن توحيد الله تبارك وتعالى كما يكون بالقول كما يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بالفعل والعبادة فيها هذه الأصناف الثلاثة منها القول ومنها الاعتقاد لأعتقاد ومنها الفعل أيضا فهي توحيد الله تبارك وتعالى فبها زكاة النفس نبتدئ ببعض الأمور نذكركم حاجات العبادات من أعظم ما تغرسه في نفس المؤمن التسليم لله تبارك وتعالى التسليم لله والدين لا يقوم إلا على أساس التسليم يعني نحن كنا نصل قبل حين المغرب ثلاثة ركعات مثلا الإنسان من منا يشكك في أن المغرب ثلاثة ركعات لو أن شخصا قال المغرب ما هو ثلاثة ركعات لا يكون مسلم هذا المعنى هل نستحضره يعني نحن مسلمون لله من أين آتت كهذه الثلاثة الركعات والله ركعتها الصبح لماذا لا تكون أرقام مدورة كما يقول أهل الحساب تكون قاعة ربعة ولا تكون قاعة ثلاثة والريح هذا تسليم لله كيف تسليم لله يعني ربنا عز وجل إذا شرع لك أمر ينبغي أن تسلم ولا تسأله ليس هناك مسلم فيما أتصور يقول لماذا لمغرب ثلاثة هل هذا التسليم الذي نمارسه كل يوم في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم في المسح على الخف وفي الصلاة وفي تحريك الإصبع هل هذا التسليم الذي لا يقوم الدين إلا على أساسه فقهه الناس وتجد له امتدادا في حياتهم أنا لا أنفي ولكن الكثير من أفراد من الأفراد المسلمين تلقاهم في أمور أخرى ما يسلمش أو هو كغير المسلم يبحث البحث غير ممنوع ولكن البحث لا ينبغي أن يتوقف عليه العمل اعمل وبحث فمن أعظم ما نتعلمه من العبادة التسليم ماذا معنى التسليم نفعل نعمل نمتثل وشوفوا من حكمة الله تبارك وتعالى الأمور التي جعلها الله تعالى من المسلمات التي لا قياس فيها وش معنى الأقياس فيها ما فيها شراي ما هيش كيمة مثلا غرس البطاطا والله اللفت والله أحفير الحاسي والله تنظيم الطريق والله قال هذه غيقة إلي غير يفوت فيها غي يجيها وما يكونش وحد أخر يجي الله ما يتوقفوش فيها ما هيش من هذا النمط والله قال هذا الأرض يصلح لها الشعير وما يصلح لهاش الجمع وهذه يجي فيها الأشجار لأن هذه أمور منع الخبرة وعلى التجربة وعلى النظر هذه المسائل اللي الشرع إن صحة تعبيري هذا حاجة راع علينا أن نستعملها فيها القياس أو النظر قليلة هي قليلة جعان ما يش كثير بالزال ولهذا يبدو بها العلماء بها تتعلم من تيت تسليم كنت جيك حاجة أخبرني أجي على شحرام إذا عرفت على شحرام ووقفت على الحكمة لا وإذا ما عرفت أسأل نذكركم مثال كيفاش المسلم يتعلم هذا مثال سمعت منذ عشر سنين بأن بعض علماء اليابان هذا مثلا في الحرام هذا في التحريح ونحن نعبد الله بأن نلتزم ما حرم سمعت بأن بعض علماء اليابان قال بأن المرأة إذا لبست الحلية فإن الذهب يرسل أشعة تجتمع في الرحم ثم تنزل مع الدورة الدموية مثلا أنت حرم الله عليك شيخ لا تعتقده ماك في حاجة إلى هذا لكن هذا اكتشفه الناس أنت بستفي حاجة إليه لأن ربك أعلمك وأخبارك بأن هذا محرم انتهى نذكركم حاجة لعلماء المسلم العامي اللي يقرأ باب الطهارة يقرأ الجلالة يقرأ الجلالة اشتغل الجلالة الدجاجة شات بقر والله غنم والله حاجة أكل مثل النجاسة الفقهاء يقولك إذا تغذى على النجاسة يريد أن يربط ويطعام عالفا طاهرا في الثيام والله ما عليك يأكله ما كانش الفقهاء يعني ربما الفقهاء ما كانوش يحلوا والله حاجة لكن هكذا هكذا أخذوا هذا من الشرع قبل سنوات الغربيون بياطر وعلماء حيوان ونبات وكذا ظهر عندهم جنون البقر أخذوا يبحثون عن سببه من بعد ذلك وقفوا بأنهم كانوا يطعمونه دقيق العظام والشحوم والدماء وبقية اللحوم التي طرمى فتفطنوا بأن هذا بأن هذا الجنون كان سببه أنهم غيروا طبيعة هذا الحيوان من حيث غذائه من حيث غذاؤه يعني إحنا العبادات يسلم فيها الإنسان لله تبارك وتعالى قد يأتي أناس يكتبون عن الصلاة بأنها تعالج الهبوط المعيد وأنها تفعل كذا وأن فيها صحة لا لا منها عندنا نحن لكن نحن نفعل هذا نسلم لله تبارك وتعالى ولا يتوقف فعلنا للعبادة على البحث لكن هذا الأمور التي حجر علينا فيها الشرع هي محدودة والمياد التي فيها البحث كثيرة ولهذا البحث والقياس والناظر يدخلوا البيوع ويدخلوا بقية الأحكام هذا ما نتعلم لكن هل هذا التسليم الذي في العبادات له امتداد في حياتنا يجي مرامة المسلم مع المرأة المسلمة لا تجهلوا بأن الرأس يحرم وأن تكشفه المرأة أمام الأجانب لكن يجي مرأة مسلمة تكشفها والعجال كي تجي تصلي وحدها في الضار تغطيها لو كان استعملت هنا القياس بلك لا حرجة عالية تقول كيف الشرع كيف راني نعتاق بل اللي كنكون وحدي ومبلع فضل إيه اللي يقول يكون مغطية أراصي وما نكاشفها إلا اليد والوجين حتى الأقدام بعض المنساء تستورها بصع كي تخل المرأة تعرض قولوا لي رحمة الله لو استعملت القياسة هنا والله لو افترضنا أنه ما كانش هناك حكم في سطر وحاشا حكم بها قطعي وهو من الإجماع لو استعملت القياسة لكان معقول لأنها وهي خالية بنفسها مع أن الإنسان يجوز له أن يكشف عورته عند بعض العلماء للحاجة لكن في الصلاة لا يكشف إنسان إذا كان خاليا بنفسه يجوز له أن يكشف للحاجة ها؟ يعني لو استعملت المرأة هذه القياس خلاص لو كان تعرف يعني لو كان طردت هذا الذي في الصلاة لألزمها هذا عقلا بأن تتصطر عن الرجال ومزيد الميذة أمذلة أخرى كثيرة فهذا ما بدأه التسليم ما بدأه التسليم إن نروح لأولي حاجة وحدة أخرى مثلا العبادات التي تزقو بها النفس العبادات قسمان أو العبادة جزآن إن صح هذا التعبير صورة ولب مش تهو اللب الخشوع من الصورة ولا من اللب من اللب الإخبات في العبادة النية الإخلاص هذه من الصور ولا من اللب صورة شهية صورة كوني أرفعوا يدي كوني أقبضوا كوني أركوا كوني أرفعوا من ركوع كوني أطوهوا بالبيت كوني أرمي بليمنا على كل حال أنا أعسر المهم العبادات فيها صور ولب أنا أسألكم سؤالة أيهما أعظم في المشروعية اللب والله الصورة ما هو الأعظم نعم اللب سؤال آخر من الذي يتسامح فيه الشرع هل هو اللب أم الصورة أزاكم الله كوني أعلم معنى الشرع يتسامح في الصورة كيف يتسامح في الصورة قال ما نجمتش لم تستطع أن تصلي قائما ما دير صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعالجا الشيكات قال لم تستطع أن تتوضى الوضو من الصورة والله من اللب وما تفهموش من الصورة معناها رانيانا أستهين بمرتبته لا هذا مجال مقارنة تقول أنت فلان عالم وفلان عالم مستطع فلان أعلمه من الآخر تقول هذا أكبر وهذا أكبر منه فهمت كيف تقول هذا نافع وهذا أنفع هذا ما كان ما تظنوش بالله لنستهين بالصورة الصورة لا بد منها توقيف هي بصعبنا في مجال المقارنة ومجال المقارنة ليس كالمجال الآخر طيب الغالوظ الصورة إذن ماذا نقول نقول بأن الشرع جعل للصورة بدائل وتسامح فيها عند الاختضاء أقول لا وهل تسامح في النية لا إذا لم تنوي الظهرة بغيت تصليم جمع جالس صليت جالسا أو قائما أو على جم أو بالإيماء فلابد لك من نية ولكي تؤجر لا بد لك من الإخلاص ولكي تنتفع بعبادتك لا بد لك من الخشوع مع اختلاف العلماء في الخشوع بعضهم قال يخشع في اللو والفنية بركز تحضرهم بعد معناه هيما وبعضهم قال لا إذا كان غالب وقت صلاته غائبا ما عنده صلاة إذن العبادة صورة ومضمون ولو الشرع عند الاختضاء يتسامح في الصورة ولا يتسامح في غير الصورة ولهذا الإنسان إذا لم يكن حاضرا في العبادة لا ينتفع بها إما أننا ننفي الانتفاع بها والله نقول لا ينتفع بها الانتفاع المرجوع الذي يؤهله لأن يزكي نفسه وأن تصلح وأن يصلح بالعبادة حاله وهذا حال كثير من المسلمين ولهذا العبادة صورة وهنا نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الصلاة إن المرأة لا ينصرف من صلاته وما كتب له غير نصفها بدأ من النص وانتهى إلى العشر وهذا ربما يشيء ويدل على أن معظم الناس ربما أفضلهم يحصلوا على النص النص عالي النص عالي ولهذا ربما أعز وجل في كثير من الآيات يذكر هذا حتى القبل لا أذكر فيه هذا الشأن الناس كانوا يصلوا لبيت المقدس ثم نسيخة بيت المقدس ثم توجه وجه الله تعالى نبيه وشوفهم بنا صلى الله عليه وسلم كان باغي روحي يصلي الجهة مكة بالصحن لا يقداش لأن الله لم يأمر قد نرى تقلب وجك في السماء يرجو الله يدعو الله أن يغير القبلة إلى مكة قد نرى تقلب وجك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضى فولي وجكشة المزيد للحرم القبلة ليش شكك بأن الإنسان يروح لكنك لماذا تتوجه إلى الكعبة لأن الله أمرك لا لمجرد المنطقة ولا الاتجاه فأنت مطيع لله عندما كنت متجها إلى بيت المقدس ثم أنت مطيع لله عندما اتجهت إلى الكعبة فالغرض هو طاعة الله امتثالك لأمر الله ولهذا قال الله تعالى لكن بعض الناس ربما يذكروا هذه الآياء في غير محلها ما يفهموها شكهات ليس البر أن تولي وجوهك بل المشكل والمغرب صلي هنا ولنا والله أنت صليت بغير القبلة والله ما عندك صلاح هذه صورة بالصحة هذه الصورة وراءها شيء ما هو كونك فيها مطيعا لله كنت مطيعا لله عندما كانت الكعبة هناك كي عندما كانت القبلة هناك وأنت مطيعا للآن ثم ربنا اشرع لنا حاجة أخرى قالنا إذا كنتم سافرين صالوا ويركم غاديين ثاني أنت مطيعا لله رك غادي للوهرا سمحوا للإنسان يذكرون دينته أنا من ثم رك غادي للوهرا صلي ثم رك في لوطوك وقت نفلنا فالله بارك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجوه هذه حالة أخرى إذن هذه صورة ولو واذكروا الله في أيام المعدودة انت في مينة تقعد ثلث يوم والله تقعد بعد العيد تقعد يومين ولا ثلاثة مور العيد يا حب ذزين واذا كعدت يومين ما عليك صار ربما تقعد ثلث يوم اللي قعد يومين خير مني نقولك شخير من نك اذكر الله في أيامي معدودة فمن تعجل في يوميني فلا يثمع لي ومن تأخر فلا يثمع لي ثم جاء البدل لما نتقى هذا معلي هوالو هذا معلي هوالو بالصعج كل معلي هوالو واستفاد من بقائه ومكثه في مينة من تذبح أضحية جيب كبش مقران رائع بارك مش نعارف عنده ثلث حولي والله والله قاطع كما تقولون وتشريه بخمسة ملايين الغرض هو أنك تطيع الله بإراقة الدام تقربا إلى ربك أما الحم والحم انتفع به الناس صح الذي يصعد إلى الله تبارك وتعالى وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولهذا النفس والفرض والفرض إنما يزكو بلب العبادة وبروحها وبحضور قلبه فيه أمر آخر لا تجدون في كتاب الله تبارك وتعالى شيئا أمر الله بالإكثار منه كما أمر بالإكثار من ذكره أنت كنت تذكر دائما وش معنا دائما دائما رك مرتبط بالله يقرأوا الآيات ربما يستحضرون منها البعض منها مثلا يا الذين آمنوا إذا لقيتوا في أتن فثبتوا وتذكروا الله كثيرا لعلكم تقل swoją هذه تكفي لأنها في وقت قد يستغرب الإنسان فيه أمر الله بالإكثار من ذكره مع أنه وقت الطيراب وخوف ركت تحوس على سلاحك وتحوس على كذا وتحوس مع ذلك أمرك الله بذكره يا الذين آمنوا إذا لقيتوا في أتن فثبتوا وذكروا الله كثيرا لا عليكم تقلعو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كذلك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فسألوا واش الذكر هذاك اللي ربما ابن أدم يعرضها الدين لها سبحة باكورية نجم تسكر بها ابن أدم لا هذا ذكر أنت قال والله الزبحة كما يديرها بعض التجار عليك لها وانا لا أعيب التجار بصح ما يلقش تلعب حتى بعض المصارى يديرها فيذكروا الإنسان الله الذكر الذي يتواطع فيه اللسان مع الجنال نبهك مثلا هوا بعض الصلاة أنا نشوف بعض الناس يذكروا ألا ترون هذا أنت إذا ذكرت إذا نجمت إذا استطعت أن تذكر 33 أذكر 33 33 وزيد 33 و34 بعد قل لا إله اشهدوا لا إلي الله اختمها بلا إلي الله وإذا ما استطعت جيب غير عشرة جيبهم ليح الله جيب 11 والله على حساب ما ورده في الحديث لأن الغرض ما هو وش هو غير العدد واه العدد صورة بالصحة إذا عد انتزامك الصورة اللي هي العدد إذا التفريق في التملي والتذوق والارتباط بالله واستحضار معاني الكلمات فخير لك أن تقتصر على عدد أقل إذا كنت قادي تجيب ثلاث تسبيحات في الركوع وجيبها مليحة خير إذا قلت الله أكبر قلها مليح حترك شانا نكون نصلي مع بعض الناس ولا نصلي كي نقول والظالم نسمع واحد مورا يقول أمين زعفان ومينتا مكملنا يا عبد الله هذه إذا وافق قولك قول الملائكة غفر له آمين أشترك مقلق أنت قلق في الصيارة في الطريق تشري معامل للحان وتمزعف ومعامرتك كمزعف ثاني بها تقول آمين أشترك مزعف إرخي عصابك شوية آلين جانبك عبد ربي راك تعبد فيها ربي يعني كأنه يقول لك يا زيت شوية كمت والظالم زيت الصورة وأنا نكملها غالي يعني هذا يعني الإنسان يذكر الله حاضر يعني أريد أن أقول بأن المؤمن حاضر موش غاية خطرت تمشي أنت في الشارع والله أنا بعض المسائل نكون مرة على واحد نتكلم معه يقعد عشر ثواني يبه يردني نعرب لي غاية نحن مثلا نقول سبحان الله وكان رأني مثلا أنا شيباني لو كان شوية يقع لي هذا الخلل الله أنا بس ساعة وستين عام سأقول لي أنتمو إلى ثمانطعش عام كنت تكلم معك عشر ثواني يبه يوصلك الرسالة هورا يحذر وشتي لي فورا جاي من كندا بلك يتعطل في الطريق شوية خطرت شي واحد معمر وذنه نسلم عليها ربع مرة خمس يرد في شعليك بشرق مشغول لو كان يكون يسمع القرآن عاد وبيلك ما يليقش كان يكون يسمع القرآن في الشارع ميليقش لأنه يشغله عن يشغله عن أمرين الآخر أهم هو يعرف صاحبه المربيه ذا مسلمي مربيه يسلم عليه رد عليه بتسلم فيه وجه مكان الحاصل المؤمن حاضر موش غاية ما الدليل؟ يذكرونها كثيرا عنده أذكار اليوم والليلة يدخل الدار ويذكر يخرج يذكر يلقى واحد يذكر يدخل المسجد يذكر يخرج يذكر يشوف موصاب يذكر يشوف الهلال يذكر واضح هو يذكر باستمرار فالمؤمن حاضر وين يتعلم هذا؟ يتعلمه في أمور عامة متطوع بها من دوب وفي أمور واجبة في الصلاة يدخل يكون حاضر كيف حاضر؟ حاضر بالقصد حاضر بالنية خاشع يعني خمس مرات يؤدي هذه الصلاة بطريقة معينة مستقبل القبلة متطهر متوضي ساكد لا يأكل لا يشرب فكر في حاجة وحدة ينظر إلى مضع سجوده يلتزموا هيئات معينة ما تعلمش تركيز ما تعلمش حظوظ الذهن ما يستصحبش هذا الحالة اللي يراقب فيها ربي هنا في الحياة نتعوه شوية بمجرد من يلحق الباب تعال جمعة خلاص قلع الثوب هذا إن كان قد لبسه مبعد يروع مبعد يروع مبعد يروع مبعد يروع مبعد يروع واعي عارف حياته عارف من غادي يروع هذا بغي قيم وجون يعني هذا لا تكاد تعثر عليه أو تعثر عليه عند رأضي من ناس خذوا أمر آخر يعني مما يتعوده المؤمنين لكن قبل ما نكمل هذه نقول لكم حاجة هل يك الحضور والخشوع عند أهل السنة وعند النص الصالحين ما هوش خشوع انت انهيار كما ذاك اللي يبقى يخبط يخبط حتى ينصرع نحن ما عندناش صرع خشوع وخضوع وإخبات بقدر مش تسكر صحنا لا قصدوا السكر شرب المحرم لا السكر هذا اللي يمارسوه بعض الناس ويظنوا روحهم رحمة عبدو ربي قولك تسكر هذا حتى غاب صرع الصحابة مكانواش انصرعوا يخافوا ربي ويبكيوا بالصح قليل وينيسهوا في الصلاة وعدم سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا في مسائل محدودة حفظها العلماء هذا يدل على أن خشوعه مكانش خشوع صرع وغياب وانهيار يعني حضور خشوع واعي تأثر تدبر واعي يبقى معه الإنسان عالم عارف ما يغيبش الإنسان به كما قال الله تعالى يولدين أمنوا لا تقربوا الصلاة هاو حرم عليه مصر وغتسك خائب شيء يدير بالصلاة يذكر في هذا وكذلك المقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الذي فيه أنه أمر الإنسان إذا غلبه النعاس أن يترك الصلاة ويربد على رعو لأنه ربما جاء يذكر الله فسب نفسه فكذلك الموما حاضروا لكن بقضار ننتقل لأمر آخر أذن لكن خفوا عليهم بركاهم ما راكم من الوقت خلاص زيدوا طيب 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 نحبسنا عبسنا حسنا خفوا لأنه وحد يريد صلى يصلى لكن ربما نشو شو عليه طيب نزيدوا كليمات يعني حقق حكم كثيرة في العبادات أنا ذكرت بعضها ربما الوقت لا يسمح نذكر أمر أو أمر آخر أو أثنين إن شاء الله تعالى من بينها ومن أهمها الطهارة أن المؤمن يتعود على الطهارة وعلى النظافة وأنتم تعلمون أن من شروط الصحة الصلاة عند بعض العلماء الطهارة طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل أو بدلهما لهو التيمم ومسح أحيانا مسح في بعض الحالات المسح وكذلك طهارة الثوب طهارة البدن وطهارة المكان وذلك يتنشأ لها المؤمن من أول أمره تعود على الطهارة وعلى النظافة وهو يتعود على الطهارة وعلى النظافة يتعود على الاقتصاد في الماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصع المد يعني يتوضأ بالمد في الصحيح ويغتسل بالصع العلماء يقول ولو كنت على نهر جار يعني من آفاتنا في هذا العصر تبذير الماء وتضيعه هذا مما يتعلم ويتعود عليه المسلم من فقاه يقول ولو كنت على نهر جار فيتعود النظافة ويستعمل الماء ويقتصد فيه وفي تعودها على الطهارة والنظافة كان أمر هام جدا وهو أنه يعتدل فيها ما مظهر الاعتدال في الطهارة ما نقول ما مظهر الاعتدال مظهر الاعتدال فيها أن فيها الاستجمار وفيها أحيانا المسح كما مسح النبي صلى الله عليه عندما أخبره جبريل أن فيه ما قذر ففيها اعتدال في الطهارة وعدم المبالغات فيها فالمسلم في هذه المسألة وسط بين اليهود الله أعلم بمذهبهم اليوم حين نتكلموا على ما كانوا عليه قبل حين ماش مخالطين لهم ويالتنا كنا نعرف ما هم عليه اليوم هذا ليس عيبا فمنهجهم وطريقتهم التشدد في الطهارة حتى وصل الأمر بهم إلى أن يقرغوا الثوب ويقطعوا فمنهجهم تنطع وتشدد ومذهبوا النصارى واحتكنوا لا يخالطون المرأة الحائض لا يقربونها كما تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوه لشيء للنكاح ومنهجوا النصارى المتساهلين الذين يقولون بأنه عليك أن تطهر قلبك أما ظاهرك وإي كان هما طهروا لا ظاهروا لا البطر قلبهم باش طهروا طهروا بالشرك وأنهم اعتبروا عيسى صلى الله عليه وسلم ابن الله أو ثالث ثلاثة قالت اليهود عزير رحم الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قلهم بفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل فهم يقولون بأنه طاهر قلبك وقد قالت هذه الكلمة جارية لآبي الضرداء في الشام رأته يبحث عن موضعين ليصلي فيه فقالت له صلي حيث شئت وبحث لك عن قلب طاهر يعني حب التعلم هي حب التعلم أبا الضرداء رضي الله تعالى عنه يعني هم هذا المسلم وسط بين هذا المنهج المفرد وهذا المنهج المفرد أنا أذكر لكم هذا لأعصيل منه إلى شيء عملي أنا أنسألكم هذا عدم الغلوف الله في التنظف أنا كنت هذه واحدة الفلاثين سنة كنت نعرف واحدين كي تجي داخل الداري لك تغسر رجليك بالجوفة كنت أعرف هذا بعض الناس أنا أسألكم إذا الإنسان يسرب فنجل قهوة يحتاج للصابون باش يغسر الفنجل القهوة فيها دسم بالك فيها الحليب بالك فيه دسم لكن إذا كان شيء ما فيه دسم نحن تقريبا صارت حياتنا كلها صابون ربما تدخلت لكم في شيء من عسركم أنا أحي الأواني نقسلها بالمبر نقول لكم يعني هذه ربما من خصوصية نحكيها لكم ليه يعني إنساني غالي في استعمال الصابون أعلم لكم هذا أخبرني أحد الخبراء اللي يتبعوا هذه المسائل ويتبعوا هذه العذو قال لي كين بعض المواد الحادة التي تغسل بها الأواني قال لي عندما يغسل الإناء بها يمكن الإناء يتشلل بها عشر مرات ولا تذهبوا منه تلك المادة تصيروا مغرة نحن غالونا في استعمال الله في هذا الاستعمال نأخلو هذا الاعتدال النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد اشرب الله يعني شرب لبانا فاتمض مضى وقال إن له لدسم نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أن يبيت الإنسان مثلاً وفي على أصابعه والله ودك غمر وعمر بأن يغسل الإنسان لكن أحياناً لا تكون هذه المادة مستوجبة ذكر لي بعض الإخوة شيئاً حدث في ألمانيا منذ أشهر قال لي وجدوا بعض صبيانهم يتأثرون بسرعة بالفيروسات قال لي احتاجوا إلى أن يدخلوا لأولادهم شيئاً لأنهم وجدوا أنهم غالوا في في ماذا؟ غالوا في تحصينهم وفي تنظيفهم والنظفة مطلوبة والطهارة مطلوبة ولكن المغالاة فيها أيضاً يؤدي إلى نتائج هذا الأمر يمكن أن نأخذه من ماذا نأخذه من هذا الاعتدال الذي فيه هذا الاعتدال نحن عدنا مذهب المالكي والله فريق من أهل العلم يرون أن الإنسان إذا رعاف في الصلاة لا ينصرف حيث استطاع أن يفتل الدام بأصابعه نحن كنوا أعطي عليه قلت أنت أعدم نخلاص يبان له باللي مشكل كبير يعني عندهم يفتل الإنسان أنا لا أذكر هذا هذا القصد المثال القصد المثال لما أنا فيه فعندهم يفتل الإنسان الدم بأصابعه إذا تقاطر الدم وخشي أن تتلوث ثيابه أو يتلوث المسجد إن صارت إما أن يقطع صلاته وإما أن يبني إن تمكن من البناء بشروطه فهذا مما يستفد أيضاً من هذا الاعتدال في الطهارة في النظافة بحسب الأمثلة التي ذكرنا أذكر لكم الأمر الأخير في مسائل كثيرة يمكن أن نستخلصها من من العبادات لهي كما قلت لكم منهج تربوي متكامل الجماعة الجماعة صلاة الجماعة معروفة وأن الأجر عليها يفضل صلاة الفرد بخمسين وعشرين درجة أو بسبعين وعشرين درجة المسلمون يصلون في بولة الله تبارك وتعالى ويصلون ربما في جمع أكبر في في العيد ونسأل الله تعالى يوفق ولاة أمورنا ويوفقهم إلى هذا وهو أننا نعود إلى أن تصلي الأحياء في ساحات عامة ويأمنى أحد الآيامة ونجتمع ليكون جمعنا أكبر وأعظم فنصليحنا صلاة الجماعة الفريضة ونصلي بعض المؤسسنا كالاستسقاء وكسوف الشمس وخسوف القمر عند غير المالكية والعيدين ونحو ذلك جماعة المؤمن يعيد يتعود على الجماعة يحب الجماعة يتفقد أخاه يسلم عليه يتساو الناس يلتقي الغني والفقير رئيسه والمرؤوس كلهم في صفوف المتراصة صفوفهم كصفوف الملائكة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف يفعلون قال يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف شوفوا الأيما ينبهكم على تسوية الصفوف في كل صلاة سووا صفوفكم لا تسوون صفوفكم ليخالف الله بنا قلوبكم يقول المؤمن يشعر بهذا هو يقف إلى جانب أخيه يحبه يسأل عنه يحمد الله أنه يلتقي به حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد وهذا والله أعلم إلا لمصلحة راجحة حتى سكان الحي يكونون وحدة وجماعة وإذا كان سكان هذا الحي وحدة وجماعة والسكان الآخرين كذلك ثم وبعد ذلك المدينة تكون وحدة أيضا ولهذا المالكية حتى كره تعدد الجمع إلا إذا ضاق المسجد الأول وهذا مشهور مذهبه ممعنى رعاية لوحدة الجماعة ولهذا كان في المدينة تسع مصليات لم يكن في أحد منها الجمع إلا مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن كانوا يصفلون فيها الصلاة الخمسة فهذا المظهر عظيم وهو اجتماع الناس تعاونهم وتحابهم وفيها أيضا العبادة وهذه أختم بها أنت الإمام يصلي بنا رأنا نتبعه في الحق نتبعه كان شو أحد غادي يقول له على شلط الله الرابعة رأى على الحق يتبعه وإذا أخطأ سبح له سبحان الله وإن لم يفهم بالتسبيح عند بعض العلماء كلمه لإصلاح صلاته وهذا ينبغي أن تكون هكذا علاقتك بأخيك إذا دعاك إلى خير اتبعه عن الحق وإذا رأيت فيه مخالفة نبهه باللطف وهذا ينبغي أن يقوم بين أفراد المؤمنين عاما وأن يقوم بالخصوص بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى المؤمن مرآة أخيه فيعينه على الخير يقوله كلمة الخير وربي كفرنا الوسائل تعالى الاتصال تليفونات والرسائل قال يا هلان أنت تفعل الخير كذا وكذا وركت الدرس وركت الدير وركت تنفع الأمة صار فيك واحد الحاجة ها هي بينك بينه نصح لله تعالى ينفع ربي وإن كان إن اعتقد أنه مخالف والله لا يرجع عننا وهذا كما قلت لكم هذا النص الذي مظهره في استدراك المأموم على إمامه إن بغي أن يكون له امتداد في حياتنا وفي علاقات أفرادنا ولسيما علاقة الدعاة والعلماء بعضهم لبعض عذروني قد أثقلت عليكم وأطلت نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الكليمة ما ينفعني وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأشكر إخواني القائمين على المسجد وكذلك جمعية المسجد جمعية المسجد بارك الله فيهم ومديرية شؤون الدين والمشرفين عليها ونسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لصالح العمل وأن يجعلني وإياكم إن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر